موسيقى بتوجهات من الرئيس السيسي بدعم الأشقاء الفلسطينيين وفد طبي مصري يجري عمليات جراحية دقيقة بمستشفيات غزة الرئيس العرقي الجديد يتسلم مهام منصبه بقصر السلام ببغداد ويعرب عن أمله في الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة سلسلة تفجيرات تهز العاصمة الأوكرانية كييف والدفاعات الجوية الأوكرانية تدمر ثلاثة صواريخ روسية الثالثة بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرينيج نشط إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصرية أهلا بحضراتكم تنفيذاً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة بدأ وفد طبي مصري بإجراء عدة عمليات كبرى ونوعية في كل من مجمع الشفاء الطبي ومستشفى غزة الأوروبية وقد وصل الوفد الطبي إلى القطاع مساء الخميس الماضي لبدة عشرة أيام لإجراء أكبر قدر ممكن من العمليات الجراحية في مستشفيات غزة فضلاً عن مساعدة التواقم الطبية الفلسطينية وتقديم كافة الخدمات الطبية لسكان القطاع يأتي ذلك في إطار التخفيف عن مواطني القطاع في ضوء ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من التزام النصري بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان غزة ودهت السيدة انتصار السيسي التحية لمؤسسة الدولة مع المجتمع المدني لجهودهم للقضاء على الفقر في جميع أنحاء نصر يأتي ذلك من خلال العديد من المبادرات التي يتم جني ثمارها يوماً وراء يوم وأهمها مبادرة حياة كريمة ووضحت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي في اليوم العالمي للقضاء على الفقر أن المبادرة تستهدف تغيير حياة الملايين من المصريين وتوفير حياة كريمة لهم تليق بالجمهورية الجديدة استعرض الرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي في مستهل الجلسة العامة للمجلس مشاركته في أعمال الجمعية 145 للاتحاد البرلماني الدولي والتي عقدت في العاصمة الرواندية كيجالي أشر رئيس مجلس النواب إلى أن هذه المشاركة توجت بموافقة الاتحاد البرلماني الدولي على استضافة مصر مكتباً إقليمياً للاتحاد البرلماني الدولي بالمنطقة العربية ليكون الأول من نوعه للاتحاد في الشرق الأوسط وأفراقيا توجت هذه المشاركة بموافقة الاتحاد البرلماني الدولي على استضافة مصر مكتباً إقليمياً للاتحاد البرلماني الدولي بالمنطقة العربية ليكون الأول من نوعه للاتحاد في الشرق الأوسط وأفريقيا في إطار خطة الاتحاد لإنشاء مكاتب إقليمية تهدف إلى زيادة وتحسين جودة التفاعل مع البرلمانات في الأقاليم المختلفة ومضاعفة الأثر الإيجابي لأنشطة الاتحاد على المستويين الوطني والإقليمي ولعل هذه الموافقة إنما جاءت اعترافاً بالدور التاريخي المشهود والرائد للبرلمان المصري في أروقة الاتحاد البرلماني الدولي الذي يتمتع مجلس النواب المصري بعضويته منذ عام 1924 وشهادة دولية على استقرار الأوضاع الداخلية السياسية والاقتصادية المصرية وتقدم مسيرة التنمية بفضل جهود سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أعاد فخامته مصر لمكاناتها الطبيعية الريادية على الساحتين الإقليمية والدولية بدأت بالقاهرة فعاليات الدورة الثالثة عشر لمؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة والذي تصدفه مصر لأول مرة تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعنوان معا لتنمية أفريقيا يشارك في المؤتمر الذي تستمر فعالياته حتى العشرين من أكتوبر الجاري وزراء التعاونيات الأفارقة وكبار قادة التعاونيات في العالم ويتزامن معه المؤتمر الدولي الرابع للإسكان التعاوني والبرنامج التدريبي الأفريقي الأول في مجال الإسكان التعاوني وتسلمت مصر رئاسة مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة خلال الثلاثة أعوام القادمة وشهد مراسم تنصيب لفيف من وزراء التعاونيات الأفارقة وكبار قادة التعاونيات في العالم منهم رئيس الحلف التعاوني الدولي ورئيس الحلف التعاوني الأفريقي ورئيس تعاونيات الإسكان الدولية يواصل مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعاته لاستكمال التحضيرات للبدء الفعلي للجلسات وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري جرمين بعد التحية ضعينا في تفاصيل اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم نعم يوسف بعد التحية كما ذكرتنا تواجد في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لمتابعة فعليات الاجتماع الحادي عشر لمجلس أمناء الحوار الوطني والذي جاء تنفيذا للقرار الذي اتخذوا خلال اجتماعيه الأخير بأن يظل في حالة انعقاد دائم في الجلسات التحضيرية قبل البدء الفعلي اجتماع اليوم والذي بدأ منذ ساعة ونصف تقريبا سيستعرض عدد من الملفات منها ما سيتم خلال الجلسات القادمة سواء التحضيرية أو في حالة البدء الفعلي إذا تم اتخاذ هذا القرار وأيضا سيتم دراسة كل المقترحات التي وصلت لأمانة الفدنية لمجلس أمناء الحوار الوطني والحوار الوطني بشكل عام إلى جانب أيضا مراجعة كل الأسماء المقترحة والتي وصلت إلى مجلس أمناء الحوار الوطني والذين سيقوموا بالمشاركة في الجلسات الفعلية للحوار الوطني يعني أيضا جدير بالذكر أنه خلال الأسابيع الماضية عقد مجلس أمناء الحوار الوطني عدد من الاجتماعات تم التوافق فيها على أن يكون هناك ثلاثة محاور للحوار الوطني المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي إلى جانب أيضا إنشاء تسع عشرة لجنة فرعية منبثقة عن كل هذه المحاور كما أيضا تم التوافق على أسماء المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الفرعية الخاصة أو اللجان الفرعية الخاصة بمحاور الحوار الوطني أيضا خلال الاجتماع الأخير وهو الاجتماع العشر والذي كان من أسبوع تقريبا تم التوافق على أن الجلسات الفعلية للحوار الوطني ستعقد على التوازي وليس التوالي بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع بحد أدنى بحيث يخصص يوم لجلسات المحور السياسية ويلي يوم آخر لجلسات المحور الاقتصادية ويوم آخر للمحور الاجتماعي بواقع قد يصل إلى خمس جلسات في اليوم الواحد أيضا في نفس الاجتماع والاجتماع السابق تم تبادل المقترحات ووجهات النظر بين سواء مجلس أمانية الحوار الوطني من جهة والمقررين والمقررين المساعدين من جهة أخرى ومراجعة كل اللوائح والمناقشات نحن في انتظار أن ينتهي الاجتماع الحادي عشر لمعرفة كل التفاصيل والتي ستصدر في بيانا رسمية تنفيذا لمبدأ الشفافية والذي قرروا مجلس أمانية الحوار الوطنية هذا كل ما لدي وأعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو الزميلة جرمين إبراهيم كنت معنا على الهواء مباشرة من مقر الأكاديمية الوطنية لتدريب شكرا جزيلا لك تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الستراتيجية وضبط قضايا حقب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 469 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت أكثر من 118 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط كرابة 46 طن وفي مجال عدم الأعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي الاستلاء الغذائية فتم ضبط أكثر من 72 طن أما في مجال قضايا المخابس فتم ضبط 725 قضية من بينها 56 قضية خبز نقص الوزن و61 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 18 قضية بمضبطات بلغت قرابة 133 طن ذكرت وزارة الخارجية أن مصر تتابع عن كثب وباهتمام أصداء القرار الذي صدر مؤخرا عن مجموعة أوبيك بلس وما أثير حوله من تكاذبات وفي هذا الصدد أكدت الخارجية أن مصر تدعم الموقف الذي عبرت عنه المملكة العربية السعودية الشقيقة في شرح الاعتبارات الفنية لقرار أوبيك بلس باعتباره يهدف في المقام الأول لتحقيق انضباط سوق النفط وبما يكفل تعزيز قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة تتواصل اليوم الثاني على التوالي فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي تستمر فعالياته حتى بعد غد الأربعاء تتضمن فعاليات اليوم جلسة رفعة المستوى على مستوى وزري بعنوان حوار السياسات في دول الندرة المائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى المتوسط للمياه كما تشهد الفعاليات تنظيم اجتماع حول جناح المياه المقرر عقده ضمن فعاليات مؤتمر المناخ المقبل كوب 27 بمدينة شرم الشيخ تواصل مدينة شرم الشيخ استعداداتها لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27 والمقرر انطلاقه الشهر المقبل وتشهد مدينة شرم الشيخ تطورا كبيرا على كافة الأصعدة حيث تم تجهيز المنطقة الخضراء التي ستستقبل فعاليات المؤتمر بالإضافة لحديقة السلام البيئية والمقامة على 33 فدانا تتولى الاستعدادات في مدينة شرم الشيخ لاستقبل قيمة المناخ كوب 27 حيث تم تجهيز المنطقة الخضراء التي سوف تستقبل فعاليات المؤتمر بالإضافة لحديقة السلام البيئية المقامة على 33 فدانا وهي تحيط بالمنطقة الخضراء التي تقام بها الأحداث الجانبية للمؤتمر وستعرض فيها مصر لجهودها تجاه التكيف مع التغيرات المناخية وتقليل الآثار السلبية لهذه التغيرات نحن عند منطقة الخضراء انشأت على مساحة حوالي 12 ألف متر مربع لحد دلوقتي تقدم لنا حوالي 268 طلب على أن هم يستأجروا مساحات داخل المنطقة الخضراء المنطقة الخضراء دي زي ما معالي الوزيرة البيئة قالت أو عبرت في أكثر من مؤتمر أنها ليس مجرد منطقة ولكن هي منصة ستمكن مجتمع الأعمال والشباب والمجتمع المدني والمرأة الابتكار كل الأفكار المتعلقة بتغير المناخ أنهم يعبروا عن نفسهم وبجوار المنطقة الخضراء تم رفع كفاءة حديقة السلام البيئية والتي تضم مضحف السلام والبيئة ومركز معلومات التنوع البيولوجي ومتحف ديودراما سيناء للتنوع البيولوجي بالإضافة إلى الغابة الشجرية وزيادة المسطحات الخضراء حديقة السلام البيئية هي إحدى إبداعات وزارة البيئة لها أهداف ومردود بيئي عظيم من أجلها إنشأة الحديقة من ضمن الأهداف الرئيسية لإنشاء الحديقة هي الحفاظ على التنوع البيولوجي الموجود في سينة من ضمنها حماية وإعادة أهيل نباتات طبية مهددة بالإنقراض في سينة وإحنا هنا في حديقة السلام البيئية قدرنا نحافظ على أربعين نوع بإعادة تأهلهم وإعادة زراعتهم في أحواض في حديقة السلام البيئية حديقة السلام أقيمت تحت مصار مهبة الطائرات لتكون أول نقطة يشاهدها زوار المدينة الصديقة للبيئة ولتعبر عن مجتمع السلام الذي من خلاله يمكن خلق مجتمعات تحافظ على البيئة وتقلل من آثار التغيرات المناخية على العالم أجمع نظم معهد علوم البحار والمصايد واجهاز شؤون البيئة بالبحر الأحمر دورة تدريبية حول الطاقة الجديدة والمتجددة والبدائل تناولت الدورة ملفات الطاقة الجديدة والمتجددة واستغلال المصادر الطبيعية كمصادر للطاقة والتغيرات المناخية وأسبابها وتأثير الوقود الأحفوري في ظاهرة التغير المناخية النهاردة في برنامج تدريبي تحت عنوان الطاقة الجديدة متجددة وتحديات البتقاب المصر في مجال الطاقة الجديدة متجددة البرنامج يتم بتعاون بين جهاز شؤون البيئة والمعد القاوم العلوم البحار والمصايد الهدف منه رفع الوعي البيئي وتوصيل المعلومات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة وتحديات مصر في هذا المجال الدورة التدريبية النهاردة دي الدورة التانية التي تعقد هذا العام في المعد القاوم العلوم البحار بالبحر الأحمر بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنمية مشروعات الشباب السويس والجهاز شؤون البيئة المصري الدورة بتنعقد حول الطاقة الجديدة والمتجددة كمستقبل وعد لمصر وكيفية الاهتمام بمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة أننا عندنا أكثر من مصدر زي الطاقة الشمسية وعندنا طاقة الرياح الممتدة على ساحل البحر الأحمر دي سلسلة محاضرات بنعملها طول السنة بنهدف إلى تنمية الوعي البيئي للمختصين بالبيئة وعلوم بحر بالذات الدورة النهاردة بتتكلم على الطاقة المتجددة كبديل لاستخدامات الطاقة الغير متجددة اللي هي البترول والغاز بنحاول نعرف الناس قد إيه الانبعاثات اللي بتطلع من الطاقة الغير متجددة اللي هي البترول والغاز والفحم وإزا هي أصارت كان بعثات في التغير الملاخي اللي هو حاصل الوقت أعرب الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد عن أمله في الإسراء بتشكيل الحكومة الجديدة وفي كلمته خلال مراسم تسلومه رئاسة الجمهورية بقصر السلام في بغداد أكد رشيد على بذل كل الجهد لحماية الدستور وحل المشاكل القائمة مشيرا إلى سعيه لإقامة علاقات متينة مع الدول القوار والمجتمع الدولي كما نضع نصب عينينا مما ينتظر الشعب العراق العزيز من الحكومة الجديدة التي نأمل أن تتشكل بسرعة وتكون قوية وكفوئة وموحدة لتلبي طلمحات الشعب في الأمن والاستقرار والخدمات من بناء المدارس والطرق وكهرباء والمستشفيات والحفاظ على الثروة المائية وغيرها من الثروات الطبيعية سأبذل كل جهدي لتقريب بين القوى السياسية والرعاية حواراتها من أجل تحقيق هذا الهدف والقيام بمهامي بأمانة لحماية الدستور والسيادة ووحدة واستقلال العراق أدت الحكومة الكويتية الجديدة صباح اليوم اليمينة الدستورية أمام نائب الأمير ولي العهد الشيخ نشعل الأحمد الجابر الصباح وفي كلمته قال ولي العهد إن الحكومة الجديدة أمامها قضايا جوهرية وملفات عديدة خلال الفترة المقبلة وعليها تطبيق القانون على الجميع والإسراع في تنفيذ الملفات ذات الأولوية للقيادة السياسية ولشعب القويت جددت الحكومة الإثيوبية استعدادها لإجراء محادثات لحل الأزمة في إقليم تجراء وأكدت الحكومة الإثيوبية عزمها استعادة السيطرة على مواقع اتحادية في الإقليم وذلك بعد دعوة الاتحاد الأفريقي إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وقالت السلطات إنه من الضروري أن تستعيد الحكومة الإثيوبية السيطرة بشكل فوري على كل المطارات والبنية التحتية الفيدرالية الأخرى والمنشآت في تجري لحماية السيادة وسلامة أراضي البلاد إلى تطورات الأزمة الأوكرانية حيث أكد الجيش الروسي أنه أصاب جميع أهدافه في أوكرانيا بعد ضربات استهدفت منشآت حيوية في ثلاث مناطق أوكرانية وتسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض البلدات وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات المسلحة واصلت شن ضربات جوية وبحرية بعيدة المدى بأسلحة عالية الدقاء على منشآت القيادة العسكرية وأنظمة الطاقة في أوكرانيا حققت بدقة جميع أهدافها وقد أعلنت الرئاسة الأوكرانية تعرض العاصمة كييف لهجمات بواسطة طائرات مسيرة انتحارية وقال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك إن سلسلة انفجارات هزت وسط العاصمة من جنيبه قال حاكم منطقة دينيبرو بيتروفيسك إن حريقا هائلا شبف منشآت للطاقة في المنطقة بعد إصابتها بصاروخ مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية دمرت ثلاثة صواريخ روسية أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن الضربات والقصف الروسي لن يحطم عزيمة الشعب الأوكراني وقال الرئيس الأوكراني إن الصواريخ والطائرات المسيارة الروسية تهاجم أوكرانيا بالكامل مشيرا إلى أنه تم قصف مبنى سكني في كياب وشدد زيلنسكي على أن أهجمات القوات الروسية على المدن الأوكرانية لن تمكنها من تحطيم عزيمة شعبها أو الحيلولة دون تحقيق النصر أعلن سلاح الجو الأوكراني سكواتا 37 طائرة مسيرة روسية منذ الأمس وقال المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني يوري إهنات إن ذلك يمثل 86% من عدد الطائرات المشاركة في أحدث الهجمات مشيرا إلى جهود الدفاعات الجوية الأوكرانية وأوضح المسؤول الأوكراني أن جميع الطائرات المسيرة دخلت إلى أجواء أوكرانيا من الجنوب كشفت المخابرات البريطانية أن المشكلات اللوجستية التي تواجه القوات الروسية في جنوب أوكرانيا أصبحت أكثر حدة بعد الأضرار التي لحقت بجسر كيرتش الرئيسي الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرن ومن جانبها قالت توازرة الدفاع البريطانية أنه مع ضغوط الوجود الروسية في خرسون وتدهور طرق الإمداد عبر الكرم أصبح خط الاتصال الأرضي عبر زابوريجيا أكثر أهمية لاستمرار الوجود الروسي مشيرة إلى أن القوات الروسية في جنوب أوكرانيا ستزيد على الأرجح تدفق الإمدادات اللوجستية عبر ماريوبل في محاولة للتعويض عن تقليص الحركة عبر الإسراء قالت شركة للطاقة النووية الأوكرانية إينرجو أتم إن محطة زابوريجيا للطاقة النووية انفصلت عن شبكة القهرباء الوطنية بعد قصف تعرضت له ووضحت الشركة أن القوات الروسية قصفت مرة أخرى محطات فرعية مهمة للبنية التحتية ما أدى إلى إغلاق آخر خط اتصال بقدرة 750 كيلو فولت مشيرة إلى أن القصف دفع المولدات الاحتياطية إلى العمل حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنا بيربوك مما وصفته بحرب هاجينة تخوضها روسيا تسعى من خلالها لشق صفوف الدول الأوروبية عبر تشجيع تدفق اللاجئين إلى أراضي هذه الدول ومنذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا سجلت ألمانيا دخول أكثر من مليون لاجئ إلى أراضيها غالبيتهم من الجنسية الأوكرانية من جديد تبرز أزمة تدفق اللاجئين إلى أوروبا التخوفات هذه المرة ليست من دول الشرق الأوسط وإنما من داخل أوروبا نفسها وزيرة الخارجية الألمانية أنا بيربوك حذرت من حرب وصفتها بالهاجينة تخوضها روسيا يمكن أن تؤدي إلى شق صفوف أوروبا عبر تشجيع تدفق اللاجئين إلى أراضي القارة العجوز وتتخوف الوزيرة الألمانية بشكل خاص من تدفق لاجئين من دول أخرى غير أوكرانيا متهمة دولة صربيا بالمساهمة في ارتفاع عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا بشكل كبير وتنتقد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صربيا هذه الدولة البلقانية لكونها بوابة عبور إلى الاتحاد أمام مهاجرين من شرق أوروبا وأسيا وحتى شمال أفريقيا وكانت ألمانيا استضافت وحدها حوالي مليون لاجئ عام 2015 وهو تدفق كبير ساهم أيضا في صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي أحصت ألمانيا دخول أكثر من مليون لاجئ إلى أراضيها غالبيتهم الساحقة من النساء والأطفال من الجنسية الأوكرانية وهو ما يضع حملا ثقيلا على ميزانية البلاد التي تأذن بالفعل بسبب زيادة أسعار الطاقة وارتفاع معدلات التضخم أعلنت وزارة الدفاع البلاروسية وصول جنود روس إلى بلاروسيا وأكدت الوزارة أن أربعمائة دبابة ومدرعة ونقلة جنود روسية انضمت إلى القوات الروسية والبلاروسية المشتركة وذكر المكتب الإعلامي للوزارة أن القرار اتخذ وينفذ فقط من أجل تعزيز الحماية والدفاع عن حدود الدولتين نتيجة للنشاط الجاري في المناطق الحدودية بدأ حلف شمال الأطلنطية نيتو تدريبات عسكرية لاختبار منظومته للردع النووي في أورطا وأكد الحلف أن هذه التدريبات المقررة حتى 30 من الشهر الجاري تمثل تدريبا منتظما ومكررا ولا علاقة له بالأحداث العالمية الجارية وتجرى هذه التدريبات الروتينية التي أطلق عليها اسم استطفاست نون في منطقة جوية واسعة فوق بلجيكا وبريطانيا وبمشاركة 60 طائرة بينها قاذفات أمريكية بعيدة المدى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أظهرت بيانات وزارة الزرعة الأوكرانية أن صادرات الحبوب الأوكرانية في الأيام السبعة عشر الأولى من شهر أكتوبر عادت تقريبا لمستوياتها قبل الأزمة على الرغم من إغلاق العديد من المواني وترجعت صادرات الحبوب في البلاد منذ فبراير الماضي بعد أن أغلاقت الحرب مواني أوكرانيا على البحر الأسود مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط أعلن وزير المالية البريطاني الجديد جيرامي هانت إلغاء جميع إجراءات خفض الدرائب التي كشف عنها في موازنة الشهر الماضي بعدما هزت أسواق المال كما كشف هانت عن تغييرات ضربية قال إنها ستجمع 32 مليار جنيه استرليني سنويا من الإرادات الإضافية وذلك مع سعيه لإنهاء أزمة في سوق السندات بسبب خطط سابقة للحكومة وفيما يخص أزمة الطاقة أكد الوزير أن الحد الأقصى لأسعار الطاقة الذي تفرضه الحكومة سيستمر حتى إبريل وبعد ذلك ستبحث الحكومة عن طرق لمساعدة الأسر الأكثر عرضة للدغوط قالت وزيرة الطاقة البلجيكية تيني فاندر ستارتين إن الحكومة أمرت بتفتيش البنية التحتية للغاز في بحر الشمال بعد العثور على أربعة تسريبات على خطوط أنابيب نوردسترين في أواخر سبتمبر الماضي ويشتبه الاتحاد الأوروبي في أن التخريب كان وراء التسريبات في خطوط الأنابيب الروسية تحت سطح البحر إلى أوروبا فيما أعربت الحكومة الفيدرالية البلجيكية عن قلقها بشأن الهجمات الإلكترونية التي تستهدف قطاع الطاقة قال وزير المالية الفرنسي برينو لومار إن وقت المفاوضات مع أعضاء نقابات العمالية المضربة قد انتهى ومن جهتها ذكرت الكنفيدرالية العامة للشغل في فرنسا أن العمال وصلوا إضرابات في عدة مصاف ومستودعات نفطية مما أضر بإمدادات الوقود في فرنسا وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الفرنسية أن 27.3% من محطات الوقود تواجه مشاكل في الإمدادات وتشهد شوارع العاصمة الفرنسية باريس احتجاجات متكررة على ارتفاع الأسعار إذا حفزت الإضرابات المستمرة منذ أسبوع في مصافي النفط المطالبة بزيادة الأبور دعوات للمطالبة بإضراب عامة يعقد زعماء الاتحاد الأوروبي اجتماعا يومي الخميس والجمعة المقبلين لبحث وضع حد أقصى لأسعار الغاز التي انقسموا بشأنها منذ أسابيع ولا تزال بعض الدول من بينها ألمانيا تعارض ذلك مؤكدة أن وضع حد أقصى للأسعار قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الغاز لا تزال أزمة الطاقة تثير لانقسامات بين أروقة القادة الأوروبيين بين مؤيد ومعارض لوضع حد أقصى لأسعار الغاز دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة ووصلت إلى طريق مزدود منذ أسابيع بشأن ما إذا كان سيتم وضع الحد الأقصى للأسعار أم لا إضافة إلى كيفية وضع هذا الصقف إن تم إقراره وضغطت أكثر من نصف دول الاتحاد الأوروبي على التكتل لتحديد صقف لسعر الغاز الذي يصل إليها سواء عبر خطوط الأنابيب أو المسال مع بدء فصل الشتاء في شمال الكرة الأرضية في المقابل لا تزال بعض الدول ومن بينها ألمانيا أكبر سوق للغاز في أوروبا تعارض ذلك مؤكدة أن وضع حد أقصى للأسعار قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الغاز أو ترك دول تواجه صعوبات في جذب الإمدادات من الأسواق العالمية وتعارضت برلين لانتقادات شديدة من أعضاء الاتحاد الأوروبي لمماطلتها في هذه المسألة وبعدما أعلنت عن صندوق بـ 200 مليار يورو لتمويل شراء الغاز على الصعيد الوطني ومع استمرار الأزمة تواصل أوروبا جهودها للسيطرة على أسعار الطاقة المرتفعة وذلك في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا شتاء صعبا يشهد ندرة في الغاز الروسي وأزم التكاليف معيشة وركودا محتملا وارتفعت أسعار الغاز بسبب خفض روسيا التدفقات إلى أوروبا في أعقاب عمليتها العسكرية في أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة عليها كشفت صحيفة والسريت جورنل عن تحذير صانع السياسات في جميع أنحاء العالم من مخاطر متزايدة من أن يتحول التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى ركود أكثر حدة وذلك بسبب التضخم القوي وذكرت الصحيفة أنه من المرجح أن يؤدي تقرير التضخم الأمريكي السيء الذي صدر الأسبوع الماضي إلى إبقاء مجلس الاحتياط الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بسرعة ويتوقع صندوق النقد الدولي أن الاقتصادات التي تمثل أكثر من ثلث الناتج العالمي ستنكمش العام المقبل في حين أن نمو الاقتصادات الثلاثة الأكبر في العالم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين سيتوقف بشكل أساسي ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات في اليابان إلى مستويات قياسية وذلك بنسبة 6.9% في الفترة من أبريل إلى سبتمبر مقارنة بالعام الماضي في أول زيادة تسجل منذ ثلاثة أعوام وفقا لمسح أجرته شركة أبحاث ائتمانية هذا وسجل قطاع النقل مئة واثنتين وستين حالة إفلاس بزيادة 42.1% عن أول ارتفاع تم تسجيله منذ ثلاثة أعوام مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود ألقت الأزمة الاقتصادية العالمية بظلالها على الاقتصاد الياباني الثالث أكبر اقتصادات العالم فارتفع عدد حالات إفلاس الشركات إلى مستويات قياسية ووصلت نسبة الإفلاس إلى 6.9% في الفترة من أبريل إلى سبتمبر مقارنة بالعام الماضي في أول زيادة تسجل منذ ثلاثة أعوام ووفقا لمسح أجرته الشركة أبحاث ائتمانية يابانية فإن هذا الارتفاع يرجع إلى الصعوبات التي واجهتها الشركات في سداد المساعدات المالية التي تلقتها من الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام النجم عن ضعف الين مقابل الدولار الأمريكي وكذلك مقابل العملات الرئيسية الأخرى إجمالي والالتزامات التي خلفت الشركات المفلسة ارتفع بمعدل ثلاث مرات إلى 1.74 مليون ين بما يوازي 11.7 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأخيرة قطاع النقل في اليابان سجل 162 حالة إفلاس بزيادة تبلغ 42.1% عن أول ارتفاع تم تسجيلهم منذ ثلاث سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود وفي المقابل سجل قطاع العقارات اليابانية 104 حالات بانخفاض بلغ 5.4% وهو أقل رقم منذ ثلاثين عاما وشهدت المحافظات 29 حالة إفلاس معظمها في هوكايدو وكيوتو بينما تم تسجيل 16 حالة في أوساكا وهيروشيما سجلت الليرة اللبنانية أدنى مستوياتها مقابل الدولار في السوق الموازية مع تواصل الأزمة السياسية في البلاد والتي تحول دون توصل إلى أي إصلاحات اقتصادية ولمس سعر الصرف بـ 40 ألف ليرة مقابل الدولار في مستوى هو الأدنى منذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ ثلاثة أعوام ويصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم ومنذ صيف العام 2019 خسرت الليرة قرابة 95% من قيمتها أمام الدولار ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حدة وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار بدأت القوات الكورية الجنوبية تدريبات دفاعية سنوية تهدف إلى تعزيز قدرتها على الرد على تهديدات الكورية الشمالية النووية والصاروخية تأتي هذه التدريبات التي تستمر حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري تزامنا مع قيام كوريا الشمالية بإجراء اختبارات بوتيرة غير مسبوقة أعلن الممثل الأعلى للشؤون الخريرية والسياسات الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد قرر نشر أربعين مراقبا على الحدود الأرمينية الأذرية وقال بوريل في تغريدة عبر تويتر أن الاتحاد الأوروبي ملتزم التزاما كاملا بالمساهمة في السلام المستدام في المنطقة وفي سياق المتصل نفى الجيش الأذري إطلاق النار تجاه مواقع حدودية أرمينية دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى إعطاء الأولوية للرعاية الصحية وخلال كلماته في افتتاح قمة الصحة العالمية ببرلين أكد جوتيريش أهمية الالتزام السياسي المستدام حتى تتمكن الدول من الاستعداد بشكل أفضل لمواجهة الصدمات المستقبلية في أعقاب جائحة كورونا وشدد جوتيريش على ضرورة تعزيز التعاون العالمي من أجل النهوض بأهداف التنمية المستدامة مشيرا إلى أن الصحة الجيدة هي أساس بناء المجتمعات المسالمة والمستقرة تبادل الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو ومنافسه لويذ إيناسيو لولا دا سيلفا الاتهامات خلال أول مناظرة بينهما قبل نحو أسبوعين من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية ومن المقرر أن تجرى الجولة الثانية من الانتخابات في 30 من شهر أكتوبر الجاري المشتعلة وهجوم حاد كانت هذه هي السمة المميزة لأول مناظرة مباشرة تجمع بين الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو ومنافسه لويذ إيناسيو دا سيلفا لولا قبل نحو أسبوعين على الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية البرازيلية الرئيس السابق لولا دا سيلفا والذي يسعى للعودة إلى السلطة ركز في هجومه الحاد على بولسونارو حول طريقة تعامله مع فيروس كورونا الذي أودى بحياة 687 ألف شخص في البرازيل التي احتلت المركز الثاني على مستوى العالم في عدد الوفيات وأضاف لولا أن بولسونارو برفضه شراء اللقاحات والترويج لأدوية غير متحقق منها يحمل مسؤولية هذا العدد الكبير من الوفيات أما بولسونارو من جهته فحاول التركيز خلال حديثه عن لولا حول قضية الفساد التي سجن فيها عام 2018 قبل أن يتم إسقاطها بعد ذلك وشهدت الجولة الأولى من الانتخابات تأخر بولسونارو المحافظ بحصوله على 43% من الأصوات مقابل 48% لمنافسه لولا هي أجواء مشتعلة تشهدها البرازيل التي تتأهب للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقرر إقامتها في الثلاثين من أكتوبر الجاري وسط ترقب من الشارع حول ما ستسفر عنه نتائج السناضيق فرض الرئيس الأغندي يوري موسيفيني إغلاقا في منطقتين تعدان بؤرتين لتفشي فيروس إبولا كما أمر بحظر التجول الليلي إغلاق الأماكن العامة في همع وأعلنت وزارة الصحة الأغندية تسجيل 19 وفاة و 58 إصابة مؤكدة بالفيروس الذي يسبب حمى نسفية مميتة في كثير من الأحيان مرة أخرى يعود رعب فيروس إبولا المميت ليحبس أنفاس العالم بعد تسجيل عدد من الإصابات والوفيات في أغندا بسبب الحمى النزفية التي يسببها الفيروس الحكومة الأغندية فرضت إغلاقا في منطقتين تعدان بؤرتين لتفشي الفيروس وأمرت بحظر التجول الليلي وأغلاق الأماكن العامة في المنطقتين لمدة 21 يوما وأوضحت الحكومة أنه سيظل مسموحا لشاحنات البضاءة بالدخول والخروج من المنطقتين على عكس جميع وسائل النقل الأخرى سواء كانت شخصية أو غير ذلك ووفقا للقرار الجديد فقد أمرت الحكومة المعالجين التقليديين بالتوقف عن التعامل مع المرضى في محاولة لوقف انتشار إبولا وأمرت الشرطة باعتقال أي شخص يشتبه في إصابته بالفيروس ويرفض الدخول في العزل من جانبها أعلنت منظمة الصحة العالمية أن التجارب السريرية على الأدوية لمكافحة هذه السلالة يمكن أن تبدأ في غضون أسابيع وينتشر فيروس إبولا عن طريق سوائل الجسم وأعراضه الشائعة هي الحمى والقيء والنزيف ويصعب احتواء حالات تفشي المرض خاصة في المدن المكتدة وسجلت أغندا آخر حالة وفاة جراء تفشي إبولا في عام 2019 فيما تعرف السلالة المنتشرة الآن في أغندا باسم فيروس إبولا السوداني ولا يوجد لقاح لها حاليا عاد ألاف الأسراليين إلى منازلهم لتقييم الأضرار النادمة عن الفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة وحذرت السلطات الأسرالية من احتمالية هطول المزيد من الأمطار خلال الفترة المقبلة ما قد يؤدي لتجدد الفيضانات فيضانات وكوارث طبيعية بسبب التغيرات المناخية تضرب العالم فقد شهدت أستراليا فيضانات عارمة أغرقت المنازل والشوارع في ولاية فيكتوريا الأسترالية آلاف الأستراليين عادوا إلى منازلهم وأعمالهم لتقييم الأضرار الناجمة عن الفيضانات حتى مع السمرار سرايا النصائح الإجلاء في المناطق الداخلية من جنوب شرق البلاد كما حذرت السلطات من احتمال هطول مزيد من الأمطار خلال الفترة المقبلة مما قد يؤدي إلى تجدد الفيضانات وتم إصدار تحذيرات رئيسية من حدوث فيضانات في العديد من المناطق على الرغم من قلة هطول الأمطار في مطلع الأسبوع مع توقع ارتفاع منسوب المياه في كثير من الأنهار إلى ذروة مستويات الفيضانات هذا الأسبوع وتوقع مكتب الأرصال الجوية هطول أمطار يصل منسوبها إلى خمسين ملي مترا عبر بعض المناطق المتضررة من الفيضانات وحذرت السلطات من أن الفيضانات قد تتفاقم في ولاية فكتوريا الأسترالية حيث غمرت المياه بالفعل المنازل والشوارع في بعض المناطق بحسب وسائل الإعلام المحلية فقد تغمر المياه عشرة آلاف منزل في منطقة شيبرتون حيث ارتفع منسوب المياه من نهر جولبرن بالفعل إلى أحد عشر وثمانية من عشر متر لتغمر المياه الشوارع والبيوت مياه الفيضانات أثرت أيضا على الممتلكات والمباني في مربونة بما في ذلك محطة كهرباء فرعية في البلدة ما أدى إلى غلقها وترك الآلاف بدون كهرباء تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي انطلقت اليوم المرحلة الثالثة من ندوات مؤسسة حياة كريمة توعوية بالجامعات المصرية تأتي الندوات في إطار برنامج توعوي متكامل بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب حيث تستهدف التوعية والتعريف بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة لشباب الجامعات وتعريفهم بالجهود التنموية المفذولة على الأرض وبدأت الندوات في جامعتي أسيوت وبرسعيد وتستمر في جامعات المنصورة ودميات والأقصر والفيوم والسدات والمنوفية والعريش والوادي الجديد وذلك حتى الثالث والعشرين من أكتوبر الجاري وتهتي تحت شعار تطوع وترك بصمتك وأيضا في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقعت القافلة الطبية التابعة لجامعة قناة السويس وقعت الكشف على 500 مواطن بقرية الضبعية التابعة لمرتز ومدينة الإسماعيلية وقدمت القافلة خدمات الكشف والعلاج للمواطنين بالقرية بالإضافة لبرامج تثقيف الصحي ورفع درجة الوعي بمرض الأنميا لدى الأطفال والتغذية السليمة والنظافة الشخصية خاصة لدى الأطفال في سن المدارس وكذلك التوعية بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقعت القافلة الطبية الكشف على 169 مواطنا بمختلف التخصصات الطبية بقرية أبو رماد بالبحر الأحمر وشهدت القافلة إجراء 48 فحصا معمليا وإحدى عشرة أشعة وسنار كما تم إجراء 27 حالة تكشف مبكر عن الأمراض المزمنة وتم إجراء جميع الكشفات والفحصات وصرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع المواطنين بكرة ومدن البحر الأحمر نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اعتزام الحكومة خصخصة منظومة التعليم الأساسي في مصر وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على استمرار ملكية الدولة لكافة المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية دون أي نية لخص خصتها مع تقديم جميع خدماتها التعليمية لمختلف طلاب مراحل التعليم الأساسي على حد سواء باعتبار التعليم حقا أصيلا من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون كما أكدت الوزراء إلى أنه يجري تنفيذ استراتيجية لتطوير منظومة التعليم الأساسي في مصر بمختلف مراحله أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أكد أن الاستدامة جزء أصيل لا ينفصل عن مفهوم التنمية في الشرع وخلال كلمته بالنسخة السابعة من مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت عنوان الفتوى وأهداف التنمية المستدامة أكد علام أن الاستدامة تعني تلبية احتياجات الحاضر على جميع المستويات المادية والروحية دون أن تتعرض احتياجات الأجيال التالية للخطر وإن مؤتمرنا اليوم ينطلق من خلاصة تلك التجربة البشرية التي انتهت إلى أن التنمية ستظل عملية قاصرة عاجزة عن تحقيق مخصودها طالما لم تتجاوز فكرة المحدودية وطالما ظلت حبيثة لقناعات تدور حول الحفاظ على السروات والمورد فقط ظنًا أنها هي السبيل التنمية الوحيد وإننا على يقين تام اليوم أن الطريقة لعملية تنموية حقيقية لا يتحقق إلا إذا كان محور تلك التنمية هو الإنسان نفسه فإننا نفهم الدين على أنه فن صناعة الحياة والبناء لا الموت ولا الهد فكل ما يؤدي إلى البناء والتعمير قدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عددًا من المساعدات اللازمة لصالح ذو الهمم من طلاب جامعات محافظة أسيوت وذلك في إطار استقبال العام الدراسي الجديد بالجامعات حيث تم تقديم 77 جهاز لابتوب جديد لطلاب جامعة الأزهر بأسيوت وجامعة أسيوت العامة من الطلاب ذو الهمم لمساعدتهم في إتمام العملية التعليمية وتسهيلها عليهم يأتي ذلك ضمن جهود التحالف الوطني في إطار الدور التنموي الذي يقوم به لدعم الفئات المستحقة وفي ضوء تكاتف الجهود في مجال العمل المجتمعي وتوحدها تحت مظلة واحدة تجمع 24 كيانا رائدا في العمل التنموي في مصر أكد وزير البترول والصر المعدنية طارق الملة التزام مصر وجاهزيتها لضخ الغاز الطبيعي إلى لبنان فور استكمال الإجراءات المرتبطة بالبدء في تصدير الغاز المصري واستقباله بالأراضي اللبنانية خلال لقائه وزير الطاقة والمياه اللبناني الذي يزور القاهرة حاليا شدد وزير البترول على استعداد مصر الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء اللبنانيين في مختلف الأنشطة البترولية في إطار العلاقات والروابط التي تجمع البلدين ودعم القيادة السياسية المستمرة ومن جانبه وجه وزير الطاقة اللبناني الشكر والتقدير للدولة المصرية قيادة وشعبا على موقفها المساند للدولة اللبنانية خاصة في تلك المرحلة المهمة أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين أن الدولة تعمل على تعميق التصنيع المحلي الاستراتيجي من خلال اختيار بعض مكونات الإنتاج التي ليس لها بديل محلي بهدف توطينها وجذب استثمارات لتصنيعها في مصر جاء ذلك خلال مشاركته في احتفالية افتتاح الشركة العربية الألمانية للوحات المرورية المؤمنة خطوة هي الأولى في مصر والقارة الإفريقية مصنع للوحات المعدنية المؤمنة افتتحته الهيئة العربية للتصنيع بهدف تلبية احتياجات وزارة الداخلية من لوحات لمختلف أنواع المركبات تأتي تلك الخطوة الناجحة ضمن خطة متكاملة تنتهجها الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة جاءت الفكرة في إنشاء المشروع وتعرض على القيادة السياسية والسيد الرئيس الجمهورية يصدق أن ننشئ هذا المصنع وبدأنا في الإنشاء تقريبا من خلال سنتين عام 2020 بدأنا نتواصل مع الشركات التي تشغل في نفس المجال على مستوى العالم لغاية من توفقنا مع شركة تونجس الألمانية وعملنا معها شراكة بنسبة 51-49 للهيئة حق الإدارة وبالتالي بدأنا في إجراءات انشاء المصنع وده بقينا مؤمنين إنتاج اللي أخط في مصر تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع ثلاثة ملايين لوحة مؤمنة سنويا وتبدأ عملية الإنتاج بتحرك صفائح الألمونيوم ليتم تقطيعها حسب الحجم المطلوب ومن ثم لصق الشريط العاكس ويدبعه بعد ذلك طبع كلمة مصر وإيجبت على اللوحة وتنتهي العملية بإضافة لون اللوحة وأرقامها وحروفها بطريقة آلية أكثر حاجة مميزة نحن بداية كنا مع الألمان من أول ما جابوا المكان فاتضربنا على قديهم كل حاجة شغالة في المصنع 80% منها أوتوماتيك ما فيش الجزء مثلا حوالي 20% اللي في الآخر ده وده برضو موجود في الـ ID روبوت اللي هو المكبس الأوتوماتيك بيقدر يقوم بي أنا أشعر بالفخر لما يحدث هنا في المصنع رصدت في خلال فترة قصيرة تطورا ملحوظا من جانب العمال في تعاملهم مع الآلات الجديدة الأمور تسير بطريقة سلسة ونسبة نجاح عالية تعاوننا نحن الشركة الألمانية مع الجانب المصري نظرا للقدرة العالية والحرفية للتنفيذ والابتقار تتميز اللوحة المعدنية المؤمنة بخمس علامات تأمينية وتعمل الهيئة على إضافة شريحة ذكية بخلفية اللوحة مسجل عليها جميع البيانات الخاصة بالسيارة وقد وصلت نسبة توفير الاستيراد إلى 40% ضمن خطة للوصول للاكتفاء الذاتي بنسبة 100% وإلى سوق المال حيث أنهت مؤشرات البرصة المصرية التعاملات بارتفاع دمعي وسط مشتريات من قبل المستثمرين العرب قابلتها مبيعات من قبل المصريين والأجانب وسجل رأس المال السوقي مستوى 703.5 مليار جنيه وسط تداولات بلغت نحو 2.9 مليار جنيه وعلى سعيد المؤشرات ارتفع مؤشر ايجي اكس 30 بنسبة 97% ليغلق عند مستوى 10146 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ايجي اكس 70 بنسبة 44% ليغلق عند مستوى 2196 نقطة وصعد مؤشر ايجي اكس 100 بنسبة 69% لغلق عند مستوى 3147 نقطة وفي اسيا تراجعت الاسهم اليابانية مقتفية اثر بورسة والستريت في الجلسة السابقة مع استعداد المستثمرين لمزيد من الاشارات على ركود عالمي وهبط مؤشر نيكي بنسبة 1.16% في بورصة توكيو للاوراق المالية فيما تراجع المؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 98% اكتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التجارة والصناعة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع تناول عرض مخطط وزارة التجارة والصناعة لزيادة الاستثمارات الصناعية وتعزيز انتاج المجمعات الصناعية ووجه الرئيس السيسي بقيام وزارة التجارة والصناعة بتبسيط الاجراءات المتعلقة بالاستثمارات الصناعية والتواصل المستمر والمنتظم مع مجتمع رجال الاعمال الوطنيين من ذو الخبرة والادارة المحوكمة والانتاج المتميز للوقوف على التحديات التي تواجههم وسرعة توفير الحلول لتدليل اية عقبات في هذا الصدد وذلك بهدف دعم قطاع الصناعة الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص سعيا نحو شحذ طاقات الدولة في المجال الصناعية وفيما يتعلق بالمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية وجه الرئيس السيسي كذلك بان يتم تعزيز نشاطها للوصول إلى أقصى حد ممكن من قدرتها الانتاجية الصناعية عن طريق تذليل اية عقبات قد تواجه شباب المستثمرين خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة مع اطلاق البرامج الترويجية في هذا الاطار والتوسع في حوكمة قواعد البيانات والميكانة وأوضح متحدث الرئاسة أن الاجتماع شاهد استعراض الموقف التنفيذي للاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية بجميع المحافظات فضلا عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات والتي يبلغ عددها 16 مجمعا صناعيا بإجمالي 4808 وحدات صناعية كما استعرض الاجتماع مقترحات لوزارة التجارة والصناعة ارتباطا بدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة على المستوى الوطني خاصة عن طريق تعزيز عمليات الاستثمار الصناعي بما ينعكس بصورة إيدابية على أداء القطاعات الصناعية والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها بالتنسيق مع مختلف الجهة المعنية خاصة ما يتعلق بإدراءات تحسين المناخ الاستثماري الصناعي انتهت أخبارنا وهذه تذكرة بالعنوي بتوديهات من الرئيس السيسي بدعم الأشقاء الفلسطينيين وفد طبي مصري يجري عمليات جراحية دقيقة بمستشفيات غزة الرئيس العراقي الجديد يتسلم مهام منصبه بقصر السلام ببغداد ويعرب عن أمله في الإصراع بتشكيل الحكومة الجديدة سلسلة تفجيرات تهز العاصمة الأوكرانية كياذ والدفاعات الجوية الأوكرانية تدمر ثلاثة صواريخ روسية انتهت النشرة شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة